اول ما تجبيه اوعي تخسليه ولا تجيبي عليه مياه خالص هتجيبي بقى منديل او اي كده فوتك كناشفة عندك وابدأي بقى مسحي كويس جدا كده من اي طرابة وهتجيبي بقى كيس من اكياس التلاجة واتبدأي تحطي في الخيار او اي خضر عموما اي حاجة كده عندك عايزة تحفظيها في التلاجة لمدة شهر اعمليها بقى بالطريقة دي وهتحطي بقى السفنجة دي السفنجة دي بقى هي اللي بتسحب لك اي سوائل واقع منك زيت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بسرعة حطي الملح ورشيه وفروكيه الملح هنا يمتصه في ثانية افضل طبعا ما تجيبي فوتك او منديل وتمسحيه واقع بقى على الارض على الغسالة على السجات زيت او عصير رشي بقى الملح وادعيلي تكسر معاك كوباية او برطمان او اي حاجة ازاز رشي رشة مية على الجروف ولميهم بكل سهولة هيتجمعوا معاك ومش هيبقى فيه اعصار ازاز نهائي ومش هتسيبي ولا فتفوتك استني رايحة فين اوعي كده ترميهم على طول لا الافضل هت كده اي علبة عندك وحط فيها الازاز وقفليها بقى كويس جدا كده بأي كس عندك طبعا عشان خاطر عامل النظافة لكدر الله ممكن يتعور هتجيبي بابا صلايا وانزلي بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ودعاك بيها الفراخ كويس جدا ومن تحت الجلد طبعا الفراخ مخصولة كويس جدا بتقيق ولمون ما تحطيش خلع عشان ما يزودش معاك الزفارة بالخطوة دي بقى انسي الزفارة نهائي هتكلي احلى فراخ واحلى شربة واحلى ريحة وبالفة هان عليكم الفكرة دي بقى جميلة جدا وهتعجيبك جدا هتجيبي بقى المكوى وتحطي بقى مية عادية خالص ومطرح بقى ما بتحطي المية هتحطي بقى اي نوع برفان انت بتحبيه وتفضليه وبالشكل ده كل ما تكوي هتشمي بقى احلى ريحة وريحة الهدوم معاك هتبقى سبطة الفترة طويلة جدا بالريحة اللي انت بتحبيها وتفضليها بجد فكرة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جربيها وتعجيبك جدا واتمنى بقى لو وصلت معي لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد عندك شبكة زي دي اوعي ترميها جمعي كل الشربات فيها وقفليها كويس جدا وحطيها بقى في الغسة لو انسي بقى اني شراب يضيع منك اول ما تجيبي شبشب بلاستيك جديد غالي بقى او رخيص بتلاقي ريحة البلاستيك بتاعه كريهة جدا هاتي نص لامونة ودعاكي بها الشبشب كويس جدا مش هتلاقي ريحة نهائي جربي الفكرة ديت وهتعجيبك جدا بدون ألم وتفتيح للبشرة وتنعيم البشرة عاوز اقولك بجد ده افضل سويت ممكن تستخدميه اللي هو بالفحم افضل من العادي بكتير عن تجربة جربيه ويعجيبك جدا بدون ألم نهائي اوعي تعملي كده ده اخطر حاجة ممكن تعمليها ولا كابريت ولا 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 على قدر الله ممكن تحصل كرسى وتنفجر افضل حاجة لاختبار تسريب الغاز هتجيبي بقى سفنجة وشوية مية وصابون موعين ساي العادي خالص وتضغطوا عليها بالشكل ده ولو فيه تسريب لقدر الله هتطلع بقى فكه عاد لو مفيش هتبقى تمام معاكي وزي الفل وتركبت حلو جدا طبعا كلنا عارفين إزاست الزيت دي بتبقى محكمة الغلق وحلوة جدا خصوصا بقى لو فيه أطفال اوعي بقى ترميها هتبقى أي نوع زيت كده فاتيكا أو تاتش أي حاجة تحبيها وحطيها فيها بتبقى حلوة جدا لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو حبابا أعرف بتتبعيني من أنهي بلد ولو أول مرة تشوفي صفحتيني اسمي أمير عشور أتمنى تنوريني وتدوصي لكم وطبع شان يوصل لك كل جديد بإذن الله وإن شاء الله الصفحة تعجبك جدا بدون ألم وتفتيح للبشرة وتنعيم البشرة عاوز أقولك بجد ده أفضل سويت ممكن تستخدميه اللي هو بالفحم أفضل من العادي بكتير عن تجربة جربيوها يعجبك جدا بدون ألم نهائي بقى برخص الطراب في السوق تعالي بقى أقولك هنخزنه بقى الثلاث طرق مختلفين وسهلين جدا طبعا الواحد كده ما بيقدرش بقى يستغنى عنه في التلاجة وبيبقى أساس كده عندنا أول طريقة بقى معايا هنجيب ورق فويل أو ورق قراريس يعني أي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيها ما فيش أي مشكلة خالص وأهم حاجة هنا معايا اللمون ما يكونش فيه مياه يعني لو فيه مثلا انتيناء فيه أي طرابة امسحيها بقى كويس جدا وهتغلي فيه بقى كويس جدا كده بالفويل تاني طريقة بقى معايا هتجيب العلبة وطبعا تكون متنشفة كويس جدا هتحط فيها مناديل وهتحط اللمون وهتجيب بقى معلقة صغيرة من حبة البركة وهتبداي بقى ترشيها على اللمون بالشكل اللي انت شايفها ده وهتقفلي بقى العلبة آخر طريقة بقى معايا هتجيب بقى اللمون وهتجيب اللي استريتش وهتلثي بقى كل اللمون الوحدة بالشكل اللي انت شايفها ده كده عملنا أحلى ثلاث طرق لحفظ اللمون جربيهم وهتدعي لي عليهم وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرة عشور اتمنى بقى اتنوريني والدو سيلاجم وطبع عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله اول مرة في حياتي اجيب المنجا ارخص من البطاطس وبما اني ارخص من البطاطس تعالي بقى اقولك على اسهل وابسط وانجح طريقة لتخزين المنجا وتفضل سنة كاملة عندك كده طازة وفرش وأكنك لسه مش تريها وجايبها عاية بقى 6 كيلو من المنجا الزبدية وطبعا ممكن تزود الكمية او تقليل برحت خالص وبجيب بقى المنجا الزبدية دي للتخزين بصراحة بتبقى جميلة جدا بتفضل سنة كاملة عندي كده بنفس طعمها الجميل اول حاجة كده هتنقعيها في مياه بخلي كده لمدة 5 دقيق عشان تطلع اي جراصيم او بكتريا وهتغسليها بقى كويس جدا معاكي وبعد كده هتنشفيها بقى معاكي كويس جدا يعني ما تبقاش فيها كده ولا نقطة مية وهتجيبي بقى اكياس التلاجة وهتحطي بقى منجتين يعني ما قطريش عشان تعرفي كده تقفل الكيس كويس وهتجيبي بقى الاستشوار او المكنسة او اي حاجة كده اهم حاجة بس تفرغي منها اي هوى بالشكل اللي انت شايفاه دو وبكده هتعيش معاكي سنة كاملة اكنك لسه مش تريها وجايبها وطازة وفرش معاكي وزي الفل بجد الطريقة دي جميلة جدا بعملها من سنين ان شاء الله جرى بيها وتعجبك جدا ولو وصلت معي لحد هنا في الفيديو حببها اعرف بتتابعيني من انهي بلد وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد ولو اول مرة تشوفي صفحتنا اسمي اميرة عشور اتمنى بقى اتنوريني وتدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد باذن الله وان شاء الله الصفحة تعجبك جدا